في ليال كتمت سر الهوى بالدجا لو لشموس الغرار ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثار حين لدى النوم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرسي غارت الشببنا أو ربما أثرت فينا عيون نرجسي بالذي أسكر من عزم اللمى كل عزم تحت سيه وحبب والذي كحل جفنيك بمى سجد السحر لديه واقترب والذي أجر دموعي عتبا عندما أعط من غير سبب ضع على صدري يمنى كفما أجدر الماء بإطفاء اللهب يا أهيل الحي من نواة الغضى وبقلبي مسكن أن تنبه ضاق عن وجدي بكم رحب الفضى لا أباني شرقه من غربه أحوار المقلة معسول الماء جال في النفس مجال النفس سدد السهر فأصمى إدراما بفؤادي نبلة المفترسي جدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكراءة وخلصة المختلس بالأندلس أهلا وسهلا أفراد صباحكم سعيد أهلا وسهلا صباح الخير أفراد جوقت مزيكا أهلا وسهلا فيكم ندي ندي أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفنا ونواتنا مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أفضلوا أنا أقول لكم أول شيء ألف مبروك و بعدين الحمد لله على سلامة لأخذتها من النمسا أهلا وسهلا بكم شرفتونا فعلا كنا سعيدين جدا لما وصلنا الخبر بأنكم فزتوا وحصلتوا على الجائزة الأولى لفئة الفوليكلور كجوقت مزيكا ضمن مصابقة الجوقات الدولية اللي عرفتوا أنه كان هناك عدد كبير من الجوقات كانوا مشاركين ولكن كنتوا الجوقة العربية الوحيدة كما عرفت فيعطيكم ألف عافية الله يعافيكي تعرف مجرد ما اسمعنا أنه حصلتوا على هذه الجائزة الدولية المهمة رجعت تذكرت بدايات جوقت مزيكا كيف كانت بدايات بسيطة ولكن كانت بأمال وأحلام وإصرار على تحقيق الإنجاز وهنا هلأ عم نحكي باسم دولي كجوقت مزيكا فأهلا وسهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم إذا بتقدروا سريعا تحكونا عن الفكرة من هذه الجائزة شو قيمة هذه الجائزة وإديش هي مهمة على المستوى الدولي أكيد هلأ إحنا خليني أحكي شوية عن المسابقة نفسها هي الففتينث انترناشنال كوير كومبيتشن اللي هي الجائزة أو مش جائزة هي الدورة الخمسة عشر اللي أقيمت بالنمسا يعني مسابقة الدور الخمسة عشر للجوقات شاركنا إحنا زي ما حكيتي الوحيدين من دول عربية وكان في هناك سبعة وعشرين جوقة من سبعة عشر دولة الدولة الوحيدة من المنطقة هي إحنا كان في بعض الدول المشاركة أو الجوقات المشاركة كان في من تركيا ومن إيران هاي الدول الأريبة بس الباقي كله كان معظم من أوروبا ودول العالم هاي المسابقة هي زي الأولمبياد تبعت الرياضة كيف بيكون في عدة رياضات بيكون في عدة فئات للمسابقة إحنا اشتركنا بمسابقة أو بفئة الفولوكلور فئة الفولوكلور بيكون مشترك فيها عدد من الدول وبطلبوا من كل جوقة تقدم خمسة عشر داية بيكون في لجنة حكم بقولوا لهم أنه إنتوا معكم بالزلط خمسة عشر داية بيكون في واحد من لجنة الحكم بس شغلته وعملته أنه يعير بنطلع من قدم وبهاي الفئة اللي هي فئة الفولوكلور مسموح أنه يكون معنا آلات موسيقية فكان برافقنا بعض الآلات الموسيقية قدمنا فقرة منوعة بتمثل الدول العربية يعني أخذنا من أكثر من منطقة وعملنا أغاني بتمثل الدول العربية والحمد الله يعني فزنا بالفئة تبعة الفولوكلور كمركز أول وأخذنا الميدالة الدهبية برافو برافو أنا بدي أروح لهالا قبعين حضرتك مسؤولة العمليات يعني وشؤوني اللوجستية يعني والدولي للجو لأنه عن جد يعني كمان الله يعينك قديش في يعني ندي أنت قائد هذا الفريق ويعني مدرب وموسيقي وغيره ولكن نعرف قديش في عندكم كمان شغل ولكن سؤالي أنتو بالأصل مصنفين كأفضل كورال في منطقة الشرق الأوسط اليوم لما بجيب جائزة من النمسا وجائزة أولى لأ بجد شو بتعني لكم وتحت الهوا كنت أقول يعني لوين بدكم توصلوا أكثر من هيك كفريق كورال بأدي عمل جماعي إحنا بالنسبة إلنا يعني كان كتير حلو أول ما بدينا نأخذ الجائزة من دبي يعني أنه أفضل جوقة بالشرق الأوسط لكن لما نشوف التقدير عالمي من جوقات تانية من لجنة التحكيم الدولية يعني كانت يفرجنا أنه إحنا عم نمشي بالطقيقة الصح أنه عم نعمل الإشي اللي عم بتساعدنا نتطور يعني ما صرناش خمس سنين لكن بهذه الخمس سنين قدرنا ننجز الكتير وهي يعني فرصة إلنا مش بس كمان نروح وفزنا بهذه الجائزة بس كمان نروح نفرج الموسيقى العربية إيش بتعمل ونرجيها لباقي العالم يعني كون الجوقة الوحيدة العربية كان مناته إحنا الوحيدين نغنينا باللغة العربية مثلاً وحيدين الفرجناهم حتى بالثقافة العربية صار عم بيصير في فن الكرال العربي ممكن أضيف هون وسبقتيني الغناء العربي دائماً هو إفرادي يعني منفرد سولو وإنتوا عمالكم بتنافسوا في أوروبا وأوروبا أصلاً بتوع الجوقات والكرال يعني تشعر إنه هديك البلاد إلهم مناطق الشرق نعتمد أكثر على الكلمة الشعر نعتمد أكثر على الأداء الفردي فبصراحة شغلكم والله ما هو بسهل فما بالكم بجوائز أنا أريد أن أرجع لجنة التحكيم هل كان فيها أي من العرب مثلاً؟ لا إذا كان التقييم من قبل لجان التحكيم خصوصاً لما نحكي عن جوقة عربية تقدم أغاني باللغة العربية وحتى ولو هناك لغة بالموسيقى ما بين الغربي والشرقي كيف تم التقييم من قبل لجان غير عربية أجنبية لا فرقة عربية؟ هلأ بهيك مسابقات عادة التقييم بيكون تقريباً موحد بكل المسابقات اللي هدخل بالجوقات بيكونوا حطين نقاط معينة بدهم يتفرجوا عليها زي النغمة إذا عم منجيب بالضبط النغمة صح إذا الإقاع ماشيين فيه واحد بيكون معاه التونيك فورك اللي هي بيسمع فيها نوت معينة وبيشوف إذا سحلنا بس هذا هيك شغلته إن شاء الله ما سحلنا لا جابه جائزة بسه فلا بيكون في عندهم نقاط معينة وكمان بتفرجوا على اللي يسمون الأوفيرول أرتستيك يعني الشكل الحني لعاق الفني الشكل الحني وهون كمان لازم نشكر زميلتنا مرسيدس اللي اهتمت كمان بالشكل واهتمت بالحركة لأنه كان فيه رقص مع الغناء يعني كونا عم نعمل حركات يعني بتوقعوا من فئة الفولوكلور أنه يكون فيها غناء ورقص حلو ندي شوف جادلنا إحنا حول سؤال خلينا ننقل جدل للناس يعني إحنا في الأردن الأقرب إلى فلسطين واليوم أي عمل أدبي فني صنفه شو مكان بالعاطفة فلسطين قضيتنا فما بالكم لما فريق أردني بروح بقدم بيحمل معاه يعني في سلته من بلاد الشام مجموعة فبالتالي جزء من بلاد الشام هالموسيقى وهالتراث والفولوكلور اللي بتقدموه في منه شيء فلسطيني أيضاً كما هو أردني وسوري ولبناني ولا بعمركم شعرتوا في مضايقات معينة تمييز معين حتى في النمسا في المسابقة الأخيرة شعرتوا بهذا الشيء؟ حتى لو كان غير مباشر؟ يعني ممكن إحنا كنا متخوفين شوي رايحين عارفين إنه إحنا ممكن مش الكل عارف الحقيقة اللي بتصير ببلادنا لكن بصراحة اللي لقناه إنه كان في تشجيع والناس عم تعرف أكتر عن القضية عم بعرفوا عن الواقع ممكن كان في بعض الأفراد اللي بيسألوا أسئلة وبيحاولوا يدخل معاك بحوار لكن أغلبية الناس كانوا عم بيشجعونا كانوا عم بيستمعوا عارفين اللي عم بيسير يعني القضية الفلسطينية عم تصير معروفة الناس صارت تعرف أكتر بالحقيقة اللي عم بتصير وإحنا كان لنا الفخر إنه نقدر نحكي إنه إحنا جوقة عربية إحنا إخواننا الفلسطينيين إحنا غنينا زهرة المدائن بالنمسا يعني فهي النسبة إلنا بالأول كنا متخوفين إنه نغنيها بس ما غنيناها ممكن هاي الطير الجائزة يعني خلينا نحكي بصراحة بس بالنسبة إلنا هاي هاي هويتنا فإنا ما رح نتخلى عنها لكن بعد ما غنيناها لقينا الدعم والتشجيع الكبير من باقي الجوقات يعني حتى انبهروا يعني انبهروا فعلا يعني صار فيه لما أنهينا زهرة المدائن يعطيكم العافية إحنا مش كتير نضيع الوقت بالحكية لأنه اللي بيشوف جوقة موزيكا بحب إنه يسمع منها إشي بس أنا رح أجع لأول إشي حكيته إنه إحنا دعماً منقول عن الجو العام إذا بدأت أحكي على مستوى الأردن وحتى بالمنطقة العربية يمكن ما فيه تقدير ما فيه خلينا نقول دعم كافي سواء حلينا نقول دعم مادي لأنه الدعم المادي كتير مهم للفرق والجوقات وبرضه أو الكورولات وبرضه الدعم المعنوي يعني يكون فيه هناك بيئات حاضنة لحتى تحتضن الفرق الموسيقية والفنية المهمة زيكم بس هنا إحنا أمام جوقة نشحت واستطاعت إنها توصل للعالمية ندي كيف بلشت عندك هذا الموضوع يعني هل هو مثلاً كان تحدي بالنسبة إليك؟ خلينا نقول بكل وضوح أنت فرضت نفسك أنت والمحترفين اللي موجودين معاك من أصوات وموسيقيين وبالتالي أثبتت أنه لا إحنا نقدر حتى لو كان هناك بدايات صعبة في عقبات ولكن هون إحنا نقدر أنه نبني ونقدر أنه نحقق إنجازات بالنهاية مضبوط زي ما حكيتي البداية كانت صعبة كثير والمشكلة إحنا عنا هون بالمنطقة هاي ما فيه وعي كافي أو ثقافة الجوقات يعني بالنسبة لإليهم بيعرفوا المغنيين السولو أو لحالو بيطلع مغني أو مثلا بيروحوا أكتر بيهمهم الرياضة بس ثقافة الجوقات مش كتير موجودة فهي واحدة من العقبات اللي واجهتنا إنه إحنا بلنا ننمي هاي الثقافة عند الشعب فلما بدأنا نعمل الحفلات تبعتنا كنا مثلا نحط أغاني هون بيعرفوها بس ندخلنا أغني أغنيتين تورجي شوي هاي الثقافة أو تبين إنه إحنا يعني يعني يبدو شوي يعني يفهموه ويتعرفوا على هاي الثقافة لأنه فعلا هي من الإشياء الصعبة يعني ما إنتي عم تحكي عم نغني بأربع أصوات ومرات ونوصل لتمن أصوات مش إشي سهل طبعا تبتلاقي نغمة محددة والباقي كله شغلات هارمونية يعني إشياء عم تتجانس مع هذا الصوت فمش إشي سهل بده الناس تكون قادرة تسمع وتركز وتفهم التفاصيل هاي فكان إشي صعب بالنسبة للثقافة والشغلة الثانية كمان طبعا الدعم المادي اللي بني خلينا نقدر نوقف على الجينة هون بحب أخذ شوي بس أوقف وأشكر كل حدا يعني دعمنا ووقف معنا منهم وزارة الثقافة يعني ما أصروا معنا المدرسة الأردوكسية في عنا متبرعين من عيال خاصة مين كمان أنا عم ممكن أكون في شركات شركات البنك الشركات البنك الاستثماري يعني في كثير ناس وقفوا معنا من بداياتنا وهذا يعني بدون هما كنا وصلنا لهذه المرحلة الله يعطيكم العافية عم بحكولي في القلالي لأجل الوقت ممكن نسمع مقطوعة واحد مقطوعة نعم عشان عم نحكي على الوضع بغزة نعم حابين نهدي صلاة صغيرة من من قلوبنا نبعة لأهلنا بغزة يا رب السلام شكرا شكرا سلاما لأرضي أعين لأجل صغاري لصخرة داري لبهد في وطن سليم إلهي إلهي أزل عنك أرب الحلوب وأعطي الصغار ابتساماً وضحكاً وجدد صفاء القلوب أرى الطفل يرنو لصوب الغلوب فيبصر نجماً شديد السطور فيدرك أن الحياة رجاء وأن الرجاء طريق الخلوب إلهي أزل عنك أرب الحلوب وأعطي الصغار ابتساماً وضحكاً وجدد صفاء القلوب أرى القدس يوماً وحط السلام وبد الوفاق وربع الأنام فيشرك فجري وينحط الضرام ورام الطغات وقيل الهواء إلهي أزل عنك أرب الحلوب وأعطي الصغار ابتساماً وضحكاً وجدد صفاء القلوب وضحكاً